السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكم في فيديو جديد من رديوهات التبخة بأسهل النهاردة ان شاء الله هعمل معاكو حلبة المغات او المغات زي ما بتقولوها هنعملها ان شاء الله بالقوام المظبوط زي ما انتوا شايفين ان شاء الله تطلع معاكو ممتازة جدا هقولها لكم بطريقة ماما هعرفكم ازاي ان شاء الله تعملوها بطريقة سهلة والقوام بتاعها ازاي يزبط معاكو متكونش تقيلة قوي ومتكونش كمان سيلة ويكون طعمها روعة وعايز اقول لكم ان اهم حاجة فيها بصراحة البودر بتاعها يكون من مكان موصوك ومضمون علشان بتبقى متحوجة وعليها اضافات كتير وكمان وهي بتشتري دايما بتقوله يضيف عليها السمسم ويضيف عليها جسد الهند غير طبعا البودر اللي هما مجهزينه طبعا ده مكان محدد ما بتجيبش اللا منه علشان كده بتبقى المغات روعة جدا وهنعملها مع بعض نشوف هنعملها ازاي ده البودر بتاع المغات زي ما انتم شايفين بعد طبعا ما اضافوا ليه السمسم وجسد الهند انا بقى هعمله النهاردة معاكم هنبدأ كده نحط على البودراجاز اتنين من القسرونة زي ما انتم شايفين وهنحط بقى في واحدة البودر بتاع المغات ونحمصه وفي التانية هنبدأ نحط المية علشان تغلي معانا علشان نضيفها للبودر بعد ما يتحمص هحط في القسرونة الاولانية بعد ما تسخن كده عشان المية بسرعة تغلي معايا هحط اربع كبيات من المية يعني انا المقدار اللي انا هعمله ده هيكفل اربع من اربع لخمس كبيات حلبة مغات هنحط اربع كبيات من الميا وهنحط عليها اربع معالق كبيرة من السكر وطبعا لو عايزين هنكون من اربع لخمس معالق من السكر على حسب انتو بتحبوها ايه كل اللي انا بقوله ده اربع لخمس معالق من السكر هيخليها سكرها مظبوط مش هيخليها مسكرة قوي عايزين بقى مسكرة قوي ممكن تزودوا اكتر من كده كده حطينا المية في البولة الاولانية وهنبدأ نحط زي ما قلنا اربع معلق كبيرة من السكر يبقى كده ده المية اللي متحلية بالسكر اللي هنضفها للبودر ممكن تغلي لو لحقت وممكن لو ما لحقتش تغلي هتبقى سخنت برضو هتساعد معايا ان انا اضفها واعمل الحلبة بيها دلوقتي بقى في القصرونة الاولى انا هحط معلقة من السمنة البلدي لعزم تكون سمنة بلدي هنحط معلقة من السمنة البلدي معلقة واحدة او اقل من معلقة علشان ما تكونش دسمة قوي او تقيلة قوي وانتو تشربوها وكمان هتبقى طعمها جميل جدا طبعا اهي معلقة واحدة بسيطة وممكن تقللوا عن المقدار ده كمان بمجرد ما السمنة تسيح بس هبدأ اضيف لها البودر بتاع المغات ومش هستنى لما السمنة تقدح هي بس تسيح بس عشان هنبدأ نحمص فيها المغات لحد ما ريحتها تطلع معانا وتظهر حلوة كده نبدأ نضيف عليها المية هتكون سخنت او دخل على الغليان اهي زي ما انتو شايفين انا بس مهدية النار فده طبعا السمنة بتسيح معايا بطريقة بس بالراحة ياني على مهلها وهبدأ اضيف بقى البودر هحط تلات معالق كبيرة ونص من بودر المغات يبقى انا استعملت اربع معالق كبيرة من السكر في المية على اربع كبيات طبعا من المية وهنا هستعمل تلاتة ونص من البودر بتاع حلبية المغات هقلبه بقى في السمنة وحمصه على النار لحد زي ما قلتلكم هنشم ريحة البودر ريحة المغات بتبقى حلوة جدا جدا مع السمنة وراحتها تطلع كده وتبقى حلوة وتتحمص معايا ساعتها اقدر اضيف المية بالسكر طريقة سهلة جدا جدا يعني ان شاء الله تعجبكو هي دي طريقة ماما بصراحة في عمل المغات وعايز اقولكو احلى كبات مغات ممكن تشربوها من ايد مامك جربوها ان شاء الله وهتدعو لي وهتشربو فعلا مغات بس المهم ان انتو تقدروا تحصلوا على البودر بتاع المغات من مكان نضيف وموسوك وبيعملها كويس قوي زي ما انتو شايفين انا بقلب باستمرار عشان ما تتحرقش في ناحية او تتحمص في ناحية وناحية لا فانا بقلب لحد ما يبدأ الكله ويبقى متحمص وبعدين نبدأ نضيف عليه المياه تمام كده هنبدأ بقى نضيف المياه بسكر على المغات هي طبعا ما غليتش هي داخل على الغليان يعني هي سخنة بس اهو زي ما انتو شايفين وهنبدأ نقلب بقى المشروب ده على بعضه كده بالزبط بالزبط لحد ما يغلي غلوتين وهنطفي عليه عايز اقول لكم علومة مهمة جدا في المرحلة دي تقدروا تتقلوه او تخففوه على حسب الرغبة في ناس بتحبوا يكون تقيل قوي في ناس بتحبوا يكون متوسط انا الحقيقة بحبوا يكون مزبوط فدلوقتي انا قلبتوا تقلبتين اهو وهيبدأ يعني يتماسك معايا شوية بسيطة يعني انا هطفي هو برضو مازال سايل وهوريكو بقى او احنا بنصبه انا وريتكو في اول الفيديو احنا بنصبه قد ايه القوام بتاعه متوسط وجميل جدا ده شكله اهو بعد ما صبناه بجد بجد احلى كوباية موجود تشربوها اتمنى ان شاء الله الفيديو بتاعه يكون عجبكو عايزة وريكو بس القوام بتاعها كده بالمعلاقة بتبقى عاملة ازاي بجد قوام متوسط حلو جدا بصوا يتشرب وفي نفس الوقت تحسوا كده بالقوام بتاعه قوام معتدل وجميل جدا هي دي الطريقة والمقادير بتاعتها ان شاء الله في فيديوهات جاية بازن الله هعمل معاكم المشروبات الشتا في مشروبات كتير جاية هعملها معاكم بازن الله بدأناها بالمغاد دلوقتي اتمنى الفيديو بتاعي يكون عجبكو عايزة طبعا لو عجبكو الفيديو تشتركو في القناة وتفعلو الجرس عشان دايما يوصلكو كل فيديوهاتي وما تنسوش لايك للفيديو عشان ان شاء الله الناس كلها تشوفو واتمنى اللي تكون الفيديو عجبكو واشوفكو الفيديو جاي ان شاء الله ووصفة جديدة من الطبخ بقى اسر اشتركوا في القناة